أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الحفاظ على دور مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات في العالم وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية أن الدولة أنفقت مليارات الدولارات من أجل تجهيز بنية أساسية متكاملة في هذا الشأن وقال الرئيس السيسي أن فكرة إنشاء المركز تعتمد على الموقع الجيد لمصر وأشدد الرئيس السيسي على ضرورة الاستفادة من هذا الموقع على ضوئي أن 90% من الكبلات البحرية الموجودة بالعالم تمر بمصر بوصفها محورا رئيسيا لنقل البيانات والاتصالات بالعالم نقلت وكالة رويترز عن قيادي بحركة حماس قوله إن وفدا من الحركة سيزور القاهرة اليوم لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار في غزة الذي عرضه الوسطاء وكذلك رد إسرائيل وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بأن الأغلبية في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو تؤيد مقترحا جديدا لمصر وتم نقله لحماس بهدف التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار بقطاع غزة شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة إحراز تقدم في استمرار تسليم المساعدات إلى غزة وزيادتها بالتنصيق الكامل مع المنظمات الإنسانية وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو استعرض هاتفيا مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين كما بحث عملية رفح حيث جدد الرئيس الأمريكي رفضه شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية وهو ما أكدته إذاعة الجيش الإسرائيلي وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا استهدف ثلاثة منازل في مناطق متفرقة من مدينة رفح ما أصفر عن 19 شهيدا وعشرات المصابين كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم نصيرات وسط قطاع غزة ومدينة خان يونس جنوب القطاع يأتي هذا في الوقت الذي وقعت فيه اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال في ممر نس هريم وسط القطاع أصفر عن قتلى ومصابين من جانب الإسرائيلية استمرت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في عدد من الجامعات الأمريكية وفي جماعة هيل دع الطلاب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ووقف الاتثمار في الشركات الإسرائيلية التي تتعامل مع جيش الاحتلال وإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل وردا على الاحتجاجات تواصلت حملات القمع والاحتقالات من جانب الشرطة فيما تعهد الطلاب بمواصلة اعتصامهم في الخيام لحين تلبية مطالبهم أعلنت الخارجية الفرنسية تقديم مقترحات للتهدئة بين حزب الله وإسرائيل وأوضحت الخارجية الفرنسية أن الوزير استيفان سيجورنيه سيبحث اليوم المقترحات الفرنسية مع دول عربية وغربية في الرياضة قبل أن ينقل أحدث المواقف اللبنانية إلى إسرائيل في وقت لاحق من الأسبوع